على امتداد سنوات النهضة المباركة رسم حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه سياسة عمان الخارجية وفق أسس ومبادئ راسخة تقوم على الثبات والتوازن والوضوح والعقلانية في بناء العلاقات مع دول العالم والتعامل مع مختلف القضايا الإقليمية والدولية واستندت هذه السياسة على مرتكزات أساسية تنبع من الأهمية الاستراتيجية لموقع عمان الجغرافي والعمق الحضاري والتاريخي والانتماء العربي والإسلامي وعبر جلال السلطان المعظم في مختلف المناسبات المحلية والدولية عن ثوابت ومبادئ تلك السياسة المتمثلة في إقامة علاقات ودية مع مختلف دول العالم التعاون المشرك وتبادل المنافع والمصالح انتهاج سياسة حسن الجوار عدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير الاحترام المتبادل لحقوق وسيادة الدول الالتزام بمبادئ الحق والعدل والإنصاف الدعوة إلى السلام والوئام ونشر ثقافة التسامح والتفاهم فضل المنازعات بالطرق السلمية الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة مراعاة المواثيق والمعاهدات والالتزام بقواعد القانون الدولي الوقوف إلى جانب القضايا العادلة في المحافل الدولية إننا إذ نأتز بالصداقات التي تربط بين عمانا والأسرة الدولية فإننا نؤكد في ذات الوقت حرصنا على الاستمرار في أداء دورنا كاملا على الساحة العالمية وفقا للمبادئ التي اعتمدناها منذ البداية منطلقا لسياستنا التي تسعى بكل إخلاص إلى الصداقة والتعاون مع الجميع وتناصر القضايا العادلة لكافة بلدان وشعوب العالم وتعمل من أجل السلام والاستقرار على كافة المستويات الدولية الدولماسية العمانية تمكنت من ترجمة الفكر السامي في تطوير علاقات خارجية طيبة مع جميع دول العالم وتوظيف ذلك لخدمة التنمية الوطنية ومعالجة العديد من القضايا والأزمات على الساحة الإقليمية والدولية أما سياستنا الخارجية فأساسها الدعوة إلى السلام والوئام والتعاون الوثيق بين سائر الأمم والالتزام بمبادئ الحق والعدل والإنصاف وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير وفض المنازعات بالطرق السلمية وبما يحفظ للبشرية جمعا أمنها واستقرارها ورخاءها وازدهارها ونالت السلطنة تقدير واحترام العالم لسياستها الخارجية نتيجة مصداقيتها وتوازنها في التعاطي مع الأحداث وهدوئها في تقدير الأمور ونظرتها إلى الأزمات التي تقع على الساحة الإقليمية والدولية فالموقف العماني يتم بناؤه على أساس الواقع والحكمة وبعد النظر وحسن التصرف والثبات والتحسب لعواقب الأمور لذلك استطاعت عمان أن تكون لها سياسة خارجية متوازنة في بيئة إقليمية ودولية مليئة بالمتناقضات والتقلبات والاستقطابات ترجمة نانسي قنقر